السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخطاء شائعة قد تحصل في زمن زي زمن الكورونا الآن لها علاقة بصحة الفم والأسنان سأتحدث عنها إن شاء الله اليوم أولاً نظافة الفم، إحمال نظافة الفم والأسنان كما يعرف الجميع إن إحنا نصح الصباح متعودين قبل الخروج للعمل أو المدرسة بنقول للعيال فرشوا وبنفرش أسنان وبنهدم وبنخرج الآن ما في خروج، كثير من الناس بيهمل موضوع التفريش يقوم الصباح ممكن يمضمض أسنانه يفرش بسرعة يفطر وجالس يعني في البيت ما حيخرج فليش يفرش أسنانه والإحمال هذا بصراحة خطير جداً لأنه قد يسبب تسوسات قد يسبب التحابات في اللثة بعدها حتصير عندك آلام وانت في غينة عنها الآن ما في دكتور أسنان أو موجودين بس يعني إجراءات معينة عن سوية فإنت في غينة عن موضوع هذا خاصة الأطفال الآن مع السكريات والحلويات والشوكلت يصح الصباح على الصونية وإذا عنده فصول افتراضية بروح يحضر الفصول وهو زي ما نقوله بدون بيجامته فالمفروض أن نحن نحرص على أنه نحن نذكرهم بالتفريش ونهتم وخاصة المرضى اللي عندهم مثلاً أمراض مزمنة الحوامل لأنه هدول عرضة أكثر لأمراض اللثة وقد تلتهب اللثة معهم لا سمح الله وتدخلوا فيه متهات أخرى كذلك المرضى اللي عندهم تقويم أسنان حاول تفرش كويس يهتم من إضافة أسنانك تجنباً لالتهابات الأسنان البعض بيفرط فيه القهوة والشاي واللي بدورهم طبعاً قهوة والشاي سبب تصبغات في الأسنان وبعدين خاصة النساء بروحوا يدوروا على تبييض أسنان لحي ما في تبييض أسنان فتستخدموا مثلاً مبيضات اللي في الصيدريات مع الشاي والقهوة ما هتطلع أسنان ما هتتنظف بالطريقة المطلوبة أو تبييض بالطريقة المطلوبة كذلك على النقيد تلاقي الناس اللي مهتمين بتفريش أسنانهم ليل ونهار هدول برضو بيعملوا خطأ شائع اللي هو التفريش بإفراط وبقوة وفرشة خشنة طبعاً هذي أخطاء يجب أن نحنا نستخدم أو نفرش نهتم بأفرأ أسناننا نستخدم خيط الأسنان إذا ما توفى نستخدم نطب الفرشة المائية اللي بتضخ موية جماعة هذه الفرشة مرة كويسة ومتازة وتغنيك أحياناً عن خيط الأسنان فالتفريش بهدوء يا جماعة لا تبرد الأسنان فرشة في مكانها لما تفرش كذلك الناس اللي بيستخدموا غسور الفم يا جماعة غسور الفم معمولة لشان يستخدم فترة قصيرة الناس بتدمن عليه وطبعاً الآن الصيدليات موجودة أونلاين روح أشتري وأطلب غسور الفم وخاصة الغسور الفم اللي فيه له كلوروكسيدينة جماعة هذا بيسبب تصبغات في الفم فالأفضل ما نستخدمه باستمرار لا أقلل منه الماء والملح مع التفريش ما يصبط لأنه الملح ممكن يسبب تعاكل في طبقة المينة فلا يعني لا ضرر ولا ضرر استخدموا للضرورة فقط لمدة سبوع مو أكتر أخيراً التوتر التوتر ما أتصور أنه سبب من أسباب ألام الوجه والفكين لأنه مع التوتر في الليل تلاقي أنك إنت تتجز على أسنانك بقوة أو بيتطلع أصوات صريرة الأسنانك تتحرك كده جمين وشمال وتبدأ تدخل في دوامة تانية اللي هي زي ما قلت عليها أنا قبل كده اللي هي مشاكل الوجه والفكين ألام الوجه والفكين لأنه العضلات ستتشد لما تتشد العضلات حتى آلمك لما تصحى الصباح العضلات المشدودة تسبب لك ألام حتى في الإذن تسبب لك تقطق في المفاصل ممكن تمتد هذه الألام إلى ألام في الظهر والشولدر الكتفين فالرجاء يعني يحاول أنك أنت تبعد عن التوتر تلاقي لك طريقة أنك تبعد عن التوتر طبعا علاج أشرت عنه للعلاج في اليوتيوب السابق هنا مالوقت لا يسعني أنه أنا أتكلم عن الموضوع هذا لكن ممكن يعني نبعد عن التوتر بطريقه بأخرى ننظم حياتنا ننام بدري نحاول نشرب الشواهد هذه اللي زي البابونج واليانسون بصراحة مفيدة وأنا جربتها لقيت أنه أعصاب ارتاحة كثيرة شي كده بديت أعمل الفيديوهات هذه الآن بعد فترة فعلا فترة التوتر طويلة إن شاء الله الجميع يبقى آمن في البيت زي ما يقولوا stay home stay safe والله يحفظ الجميع إن شاء الله إذا عندكم أي أسئلة please feel free to ask في اليوتيوب أنا حنزل المقطع هذا في اليوتيوب اشترك في القناة وتابعني وإن شاء الله بإذن الله في مقاطع جديدة هتكلم عنها ومفيدة لكم إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم